ازايكم عاملين ايه؟ ياربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو تنسوش لايك واشتراك بالقناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ايه ازايكم يا اجمل فانز وحشتوني جدا فيديو اليوم معينا مفاجئات قوية جدا لكل الفانز اول مفاجئة معينا هي لبرنسا مصر واللي هتحصل قريب جدا وهتكسر الدنيا كمان معينا خبر حصري والاول مرة عن مفاجئة العيد لنادو احمد هنعرف كمان ليه غزل ايه تريقت على امنية القوة ويرد فعل امنية القوة يطرى زعلت ولا لا ولي ندى حمه ايه لتعيب محد الشرميني في البسين وكمان هنشوف غزل وهي بتقول على حودة خشيم يطرى ايه السبب واخيرا معينا احنا تكتوك لعيلة الجمل في الفندق هيعجبكو جدا فيديو اليوم حلو قوي وكله معلومات هم كل الفانز بس اكملوه قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل يلا بينا نبدأ قبل ما نبدأ نحب نقول لكل الفانز لتاني مرة توقعنا مفاجئة نادا واحمد صح قلنا في الفيديو اللي فيت اني نادا واحمد هيعملو كليب وفانا نعملو كليب الاجازة جت وكان جميل جدا تعالوا بسرعة نروح على الفيديو وهنبدأ بنادى حمه وليه قيلة عيب ما ترمونيش في البسين والحقيقة العيلة هنا كانت بتجهز لخروجة يوم الخميس والاجازة اللي تعودنا عليها كل اسبوع معلومة مهمة عيلة الجمل مبارح راحوا فيندق هيلتون عشان يقدوا اجازتهم وكان معيهم لأول مرة الحظ صالح والسيتو تعالوا نشوف السوريهات العيلة في الخروجة واذا بيكون حاصري معنا بجيلي المصيبة بعم كده ولو متضايبات حكده الزعلة خزوها وانا مش فارق معي انا جاي عزق وزي ما شفتو الاخبار الحصرية هتكون معينا دايما وهنرجع دلوقتي للنادى حمه اي احلى كانت بتصور نادى مرود برنسة مصر وقالت لها هنرميكي في البسين بصراحة يا جامعة اتصدمنا من رد فعلي نادى حمه ايه لتعيب تعالوا نشوف المقطع الصغير ده ونرجع تاني على طول احكفل جاهزة اليوم جاهزة شتتحد في البسين اتحد في البسين هتو 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 عين وزي ما شفتو المفروض كانوا يرموا نادى حمه في البسين بس هي رفضت ودلوقتي تعالوا نعرف امنية القوة كانت فين وليه نزلت من العمارة دي والحقيقة امنية القوة نزلت من العمارة دي اللي فيها الشقة القديمة للحاجسة لحواء امنية القوة وهم بيكونوا موجودين هناك عشان الفلة بيكون فيها تجديد في الشقة بتاعتهم ودلوقتي تعالوا نعرف ليه غزل قيلت على حودة غشيم اللي حصل كانوا بيلعبوا لابة تحدي السقو في البسين حودة كان بيخرج غزة عشان تخسر في التحدي افه هي تخبطت جيمت في جنبها عشان كده قيلت لقية احلى انه غشيم كميلوا الفيديو معينا عشان تشوفوا مفاجئة بننسى مصر في اللايز الاخير وينادى واحمد في العيد ودلوقتي تعالوا نعرف ليه غزل ايه تريقت على امنية القوة وكمان مشيتها والحقيقة كانوا بالفيلوج بيهوزروا وبراس الكون كان بيقلد غزل في مشيتها كمان امنية بتقلد اية ولما غزل شايفت امنية بتتريع على مشيت اية احلى راح يتعاملة مشيتها بالضبط وهنا غزل ايه تريقت على مشيت امنية القوة بس امنية القوة ما زهلتش خالص وكمان ضحكت فانز كتير سألوا على مشيت امنية القوة وليه هي بتمشي كده بنعتذر جدا يا جماعة بس مش هنقدر نتكلم عن الموضوع ده المهم اننا بنحبها وبنحب نتفرج عليها مع كل العيلة لكن طبعا مش هينفع نجرح فيها قولونا رأيكم في الكومنتات صح اللي احنا قلناه ولا لا ودلوقتي تعالوا نروح لفاصل سريع جدا من احلى تكتاك لعيلة الجمل ونرجع تاني على طول ودلوقتي تعالوا نروح لأول مفاجأة معنا هي مفاجأة برنس الكون والحقيقة برنس مصر أعلن مبارح عن مفاجأة قوية جدا ليه ولكل الفانس تعالوا نشوف جزء منه ونرجع تاني على طول وان شاء الله قريبا جدا مفاجأة قوية جدا عند برنس مصر أراعي 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 جدا ان شاء الله هعملكم فاجأة هتكسر الدنيا بإذن الله وزي ما شفتو برنس مصر أعلن ان فيه مفاجأة قريبا جدا عنده احنا بنتوقع انها أغنية جديدة او كليب ليه وانتو قلونا في الكومنتات يا أجمل فانس تتوقعوا مفاجأة برنس مصر هي ايه وشاركونا في التعليقات بالتوقع الصحيح وهتظهروا معينا في فيديو المفاجأة ودلوقتي وأخيرا هنروح لمفاجأة نادا وأحمد قبل العيد الكبير والحقيقة العيلة مش هتروح الحج السندي لأن موسم الحج بدأ وهما ما سفروش مع الحجاج وبالعكس هما دلوقتي كلهم في فندق هلتون بيقدوا أجازتهم مستر أحمد قالن عن مفاجأة قريبا جدا وهتكون يوم الوقفة وهي مفاجأة غير متوقعة تعالوا بسرعا نشوف أل إيه ونرجع تاني على طول أو أتروحوا في أي حتة لسا مكملين وكده نكون خلصنا كل أخبارنا الحصرية انتظرونا فأقوى المفاجأات مع عيلة الجمل وبس كده وصلنا لآخر الفيديو بس ما انتهيش سؤيل الفانز الفيديو اليوم هو ظهر الصورة لبيبي صالح ابن برنس مصر في الديئة الكام شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معنا عشان أسامي فانز برنس مصر إيه اللي فاذه في المسابقة وهنا وصلنا للنهاية ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفايل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أشوفكم الفيديو جاي بحبكم جدا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة